أهلا بكم تظل الأمومة أروع شيء في العالم لكن في رحلة البحث على الأمومة ممكن تلجأ أو يلجأ الزوجين للحالة المجارية أو أفطال النبيب أو تلقيح الصناع عموما يعني في أفكار غلط كتير أو نقدر نقول جزء منها خاطئ وجزء ده تعبير صحيح من ضمن هذه الأفكار الخاطئة مثلا وأشهرها أنه يعتقد الزوجين أنه بعد إرجاع الأجنة ينبغي الامتناع عن العلاقة الزوجية أكيد المتخصص هيفدكوا أكتر مني فطبع برضو من القضايا اللازم أفهمها هو التصحيح أنه لا مش لازم الامتناع على العلاقة الزوجية بعد إرجاع الأجنة هل ده في المطلق ولا في حالات تحتاج إلى منع علاقة زوجية هذا أمر سنسأل فيه بالتفصيل من ضمن برضو الأفكار السابتة في دماغ الناس أن ستة تقعد في السرير مفيش حركة بعد إرجاع الأجنة اوعي تتحركي فيه تنامي تسع شهور على ظهرك التصحيح لا ممكن تتحرك بس حركة برضو في حدود مؤينة ولا حركة تقدر تعمل حاجات كتيرة زي شغل البيت ووائل آخرين ده هنسأل فيه برضو في كتير من الناس عندها تعتقد أن أطفال قبيب الحق المجري الحاملة هيكون توقم الصحيح مش كده مش شرط هيكون توقم بل إن التوقم في كتير من الأحيان يعتبر زي ما بيقولوا مش 100% مش 100% شغلك في الحق المجهري كمان لازم تكون مسبتات طول فترة الحاملة أطفال الأنابيب الكلام ده مصحيح المسبتات لمدة شهرين بس مرضو هسأل فيه معتقد مشهور قوي بقى قوي إنه الحق المجري وإطفال الأنابيب حملهم لازم يولد قيسرية الكلام ده مصحيح ده مش صحيح بقى ده من غير مسأل كمان أعتقد إنه مصحيح لكن لازم نسأل لازم نفهم لإنه المعتقدات الخطأ دي مش خطأ في المطلق مفيش خطأ في المطلق كل حاجة لها حدود فالنهاردة هنفهم الحدود والنهاردة هنعيش وقت مهم جدا مع فهم المطلق للحق المجهري في تفاصيل وأبحاث معينة مهمة جدا ضيفي العزيز هو واحد من المبدعين في هذا المجال والحقيقة بيسعدني بأسلوبه الرقي العلمي شديد التفصيل وفي نفس الوقت شديد الوضوح جمع التفصيل مع الوضوح شيء صعب جدا لكن هو ده اللي بنسميه سهل المبدع ضيفي العزيز صاحب مدرسة خاصة جدا في الشرح والتفصيل في هذا المجال ويسعدني وجوده دايما معانا في الناس الحلوة الأستاذ الدكتور محمد حسني السيشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحق المجهري وجراحات المناظر وهجستير الحق المناظر من جامعة ميسينا الإيطالية ودبلومة جراحة المناظر المتقدمة من الهند ودبلومة جراحات المناظر الدقيقة من فرنسا وعضو جمعية المصرية والأوروبية وجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب والجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيقة أهلا بيك أهلا بيك ديوتر أيني أهلا بيك قلت شوفت كلام تقبصت بقى ده دركم نا كلام خطير كلام خطير فعلا كلام خطير فعلا حاجة تحب تعلق عليها ولا نقولت كلام صح آآ كلام صح بس فيه صعب تطبيقه هنا في مصر يعني آآ الناس آآ لازم تقعد وترتاح آآ يعني مش عايز أقوله حاجة اللي فيه بعض الحالات بيتيبقى نايمة سرير آآ ما بتخرجش برا الأوضة طول فترة الانتظار الاعتقاد منها اللي لو تحركت الجنين هي هيقع من مكانه طبعا ده كلام مش مظبوط مطلقا يعني تأخر الإنجاب له خريطة علاجية وترق علاجية تمام هسألك سؤالة عامل أو إيه الخريطة العلاجية ترق العلاجية تأخرين جميعا هو طبعا أي زوج وزوجة داخلين عندي العيادة أول حاجة بسألها هم متجوزين بقى لهم قد إيه وحصل لهم حمل قبل كده ولا عشان أقدر أشخص لحالة دي برايمير انفريتي تأخر حمل أولي أو تأخر حمل سنوي آآ لازم يعدي على تأخر الحمل الأولي سنة كاملة يعني الزوج وزوجة ما حصل لهمش حمل قبل كده تماما يكون عدة على زواجهم سنة أو سنتين لو حصل لهم حمل قبل كده أو حصل لهم ولادة قبل كده طيب الزوج والزوجة الجانة عندي العيادة وبيتدورها على حمل رقم واحد قبل ما أعمل أي حاجة لازم تحليل السائل المنوي بعد تحليل السائل المنوي الزوجة بتعمل شوية تحليل هرمونات اللي هو هرمونات الطابول اللي هو الـ FSH والـ LH والبرولاكتن والـ TSH والـ MH لو أنا أشاكك في حاجة معينة الأشعة المهبلية ثلاثية لبعد يبقى أنا كده عملت أربع خطوات هيدوني الـ Framework اللي هو الخريطة من بره أخبارها إيه؟ كويسة بدها تنشيط لمدة شهرين أو ثلاثة حصل حمل تمام ما حصلش حمل بيناعمل الأشعة بالسبب كويسة بنيدي تنشيط شهرين أو ثلاثة حصل حمل تمام ما حصلش حمل يبقى المنزار بعد المنزار حسب أنا لقيت إيه في المنزار بنتظر من ثلاث شهور لست شهور حصل حمل تمام ما حصلش حمل نلجأ للإخصاب المساعد الفرق بين تأخر الحمل الأولي وتأخر الحمل إيه السنوي هي فترة الانتظار بس اللي هي دي سنة ودي سنتين نلجأ بقى لخطوة الإخصاب المساعد فيه الأول اللي هي تلقاه الصناعي وفيه الحقل المجاري الحقل المجاري أو أطفال أنابيب وده هنتكلم عليه دلوقتي إيه الفرق بينه طيب هل أنا بحب التلقاه الصناعي؟ لا أنا ما بحبش التلقاه الصناعي أنا من الناس لم يحبش التلقاه الصناعي إلا في حالات معينة جداً 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 يا دكتور أيمان اللي هي الزوج المشكلة في الزوج مش الزوجة وتبقى المشكلة في العدد يكون عدد قليل يكون 10 مليون مثلاً 11 مليون الحركة لها صفات معينة ما يكونش فيه نسبة تشوهات ممكن أحاول مرة أو 2 أو 3 لإلي نسبة نجاح التلقاه الصناعي 10% وبتوصل 15% من 3 محاولة أنت طبعاً صعب لأن أنا في رأيي أنا التلقاه الصناعي بدي عبارة عن علاقة زوجية معدلة هي عبارة عن إيه؟ عبارة لأن أنا بدي تنشيط للزوجة وبطلع بويضات مثلاً 2 أو 3 أو 4 مش لازم عدد كبيرة وفي الوقت اللي البويضة هتطلع فيه الزوج بيجيب السائل المنوي بعد 3 أيام راحة أو 5 أيام راحة وبنجهز الحيوانات المنوية اللي موجودة في السائل المنوي وبنحط على بعض المواد المحفزة وبعض المواد المغذية للحيوانات المنوية وبنحطها جوه في الرحم نفس القصة دي هي هي العلاقة الزوجية على فكرة بس الفرق اللي أنا جهزت الحيوانات المنوية جهز السائل المنوي واخترت الحيوانات المنوية كويسة النقطة الثانية كمان أنا حطيت الحيوانات المنوية جوه مرة واحدة في التجويف الرحم من جوه وهو هيخطو طريقه للآخر بقى هو هيوصل البيض كده أنا استفدت لأنه جاهزت لحيوانات المنوية ودخلت عدد كبير جوه في الرحم ده أول حاجة عديت عامل من العوامل اللي ممكن تكون مسؤولة عن تأخر الحامل لها cervical factor اللي ممكن يكون فيه مشكلة في عونك الرحم هي اللي بتعوق دخول حيوانات المنوية جوه في الرحم عديت المهبل اللي هو اللي ممكن يكون فيه منهم أنواع البكتيريا أو نوع من أنواع المشاكل اللي ممكن أحد العوامل بس مهما إن كان برضو هي أقرب للعلاقة الزوجين لأن اللي أنا اتكلمت فيه ده كله ليه علاج صح يعني لو فرض مثلا الزوج عنده لعدد قليل لو حصل علاقة زوجية مرة أو مرتين في اليوم أنا كده دخلت عدد كبير من الحيوانات المنوية اللي أنا محتاجها صح لو فيه التهابات أنا كده كده الزوج والزوجة بتتعالج لو فيه مشكلة في العونك الرحم كده كده بتتعالج فأنا ما مش من الناس المحبين للتلقاح الصناعي إلا إذا العين أصر والظروف بمساعدة خلاص بعدها بعمل الحقن المجاري بعد لو فشل المنظار أو التلقاح الصناعي بلجأ للحقن المجاري طيب هل الزوج والزوجة لو فشل المنظار أقول لهم اللي لازم تعملوا حقن المجاري لا طبعا ممكن بقى الانتظار أو الاستعداد بس كل مكان سن الزوجة أقل كل مكان نسبة النجاح أفضل النقطة التينية كمان حسب أنا لقيت إيه في المنظار صح يعني لو فرض مثلا حالة واكتشفت اللي هي عندها بيطانة راح المهاجرة لا دي حضرتك ثلاث شهور ست شهور ماكسما في أسوأ يعني في أفضل أفضل الظروف ولو ما حصلش حملة يبقى الحقن المجاري على طول لإن كل شهر في حالات بيطانة الراح المهاجرة يبقى أسوأ من الشهر اللي قبل اه وشعات يبقى المسائل فجأة بيسموه دراماتيك دي تريد اه اه ده حقي فعلا ده حقي فعلا ده بما يتعلق بالتلقاح الصناعي أطفال النبيب والحقن المجاري أطفال النبيب والحقن المجاري هو الاختلاف بينهم في حاجة واحدة بس خطوة المعمل أطفال النبيب الزوجة بتتجهز للحقن المجاري للتنشيط بند التنشيط لمدة من 8 أيام ل 12 يوم حسب طبعا عدد البيضات وحجم البيضة وشكل بطانة الرحم بند لحونة تفجيرية وبعد 36 ساعة زيادة أو نايس 4 ساعات بنسحب البيضات وبنطلعها برا المعمل بيجهزها للاختراق الحيوان المنوي اللي إيه البويضة تمام في الأطفال أنا بجيب البويضة وبحطها في وسط أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية البويضة بتبقى محاطة بجدار كبير الجدار ده مش سهل اختراقه بحيوان منوي واحد تمام فلازم يكون حوالها أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية بحيث أن الحيوان المنوي النهار المراضي يحاول يخترق واللي بعده يحاول يخترق واللي بعده يحاول يخترق لحد ما ييجي الدور على حيوان المنوي اللي هيخترق الاختراق الكامل جوه اللي إيه البويضة في الحق المجهاري لا في الحق المجهاري أنا بجيب الحيوان المنوي اللي أنا بفحصه تحت الماكروسكوب واعرف اللي هو كويس وما فيش فيه مشاكل وبحقنه جوه في الايه في البويضة عن طريق إبرة الإبرة دي اللي بتخترق الجدار اللي هي الحيوان المنوي اللي بتعرفش تخترقه بسهولة أنا بخترقه بالإبرة وبحطه جوه في الايه في البويضة طيب طريقة الحقن بتختلف آه طبعا مش بتختلف لا الطريقة التكنيك المستخدم في الحقن الحيوان المنوي جوه البويضة بيبقى السبب كبير جدا 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 في خصاب البويضة وتكوين جنين درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة يعني لحقيقة لو لاحظت هتلاقي بيتحقن الحيوان المنوي وبعد ما يتحقن الأول إبرا بتخش جوه البويضة بتسحب سائل الأول من السيتو بلازم وبعكية بتقوم دخلها جوه جوه البويضة فده بيسهل تفاعل الكروموزومس اللي هي صفات الجينية في الحيوان المنوي مع الصفات الجينية في البيضة طيب ايه الميزة بتاعة أطفال الأنابيب وايه الميزة بتاعة الحقن المجاري الميزة في أطفال الأنابيب هو ما فيش في مزايا المزايا فيه حاجة واحدة بس لو في حال عملت حقن المجاري مرة أو اتنين وما حصلش تخصيب للبيضة لازم نلجأ لأطفال الأنابيب بس بشرط إن الزوج يكون عنده أعداد كبيرة من الحيوان المنوية لأن لو الزوج عنده أعداد قليلة أنا مش هارف أهم الأطفال الأنابيب أنا لسه أيل حالاً إن البويضة محتاجة أعداد كبيرة من الحيوان المنوية فالزوج لو عنده حيوانات منوية كتير وما حصلش تخصيب أو انقسام للبيضة في عمليات حقن المجاري السابقة ساعتها أنا بدل فرصة للبيضة اللي هي تختار الحيوان المنوية المناسب بالبلد دي كهة عروسة وهي اللي بتختار العريز بتاعها في الحقن المجاري الميزة بتاعته قلنا اللي بختار الحيوان المنوية واللي شكله حلو وأنا اللي بحقنه جوها البويضة وكل بويضة محتاجة حيوان المنوية إيه؟ واحد يعني لو مثلا زوج وما عندهش حيوان المنوية خالص صفر واخدنا عنا من الخاصة طبعاً إحنا ما بنلاقيش العداد الحقيقة اللي إحنا بننتظرها إحنا لو لقينا مثلاً عشرين تلاتين حيوان المنوية كويس بنبقى يعني سعداء جداً أنا أتذكر حالة ليها كانت متلعة سبعتاشر بويضة وما لقيناش اللي تلاتاشر حيوان المنوية الأربعة تخلصنا منهم يعني ما أنا حقنهمش فأدياً بتبقى كل بويضة لها حيوان المنوية إيه؟ واحد فأنا مش محتاج أعداد كبيرة من الإيه؟ من الحيوان المنوية الفرصة اللي البويضة تتخصب وتنقسم أعلى من أطفال أنابيب لإن البويضة ممكن حطها في وصل الحيوان المنوية دي كلها وبرضو الحيوان المنوية ما يخترقش بس إحنا ما عدناش بنالجأ ليه قال في الحالة دي فقط اللي حالة عملت حقن المجهري ومش فشل لا مش فشل لو ما حصلش إخصاب أو انقسام للبويضة ساعتها بدها فرصة اللي هي تختار وعشان أمانة برضو في الحالات اللي زاية دي بعملها نصين نص تعمل أطفال أنابيب البويضات مثلا سيهة مثلا طلال لعشرين بويضة عشرة بخليهم أطفال أنابيب وعشرة برضو بخليهم إيه؟ حقن المجهري عشان برضو أطفال أنابيب مغدار أنا مش عايزة ضيع السايكل كلها في حاجة هي البويضة اللي تختار طبعا عارف القصة أشبه بيعني اللعب على حبلين يعني فعلا صح دا حقيقا لما تبص تلاقي قيبة أطفال أنابيب في نقطة معينة إنك البويضة بتديها ما يسمى بيه الانتقاء الطبيعي أي جواب بالزبط تديها الانتقائية الطبيعية فرصة الانتقائية الطبيعية ودي فرصة إحنا ما نقدرش نعملها حتى في حال بجارة خالص ما هي ديميزاتها هي هي بتشوف حاجة إحنا ما بنشوفهاش آه هي بالزبط آه بالزبط هي بالطبع تختار الصح كما بيقوله آه هي تختار المناسب ليها بس برضه ما هي م ها ممكن ما تختارش آه ده حقيقا آه وارد و بجامنا hogy وصل any ال�Camich للمجاري أنا بحقق البويضات كلها فجزءها هي تقاصم وجزءها هي تقصب وجزءها هي cósmهم وهي بقى عندي مجال لاختيار الأج zachبة درجاء أعلى والثانية في الأطفال أنابيب لأ البويضة مثلا إندي العشر بويضات لتلقاهم منهم تلاتة وأاربعة وما يوصلوش معا اليومة الثالثة حتى كمان في الآخر فهي زي ما حك هي بتبقى يعني انت بتشوف ايه المناسب للحالة وبنعمله بس طبعا الرقم واحد اللي هو نمبر وين للحق المجالي طبعا يعني ما عادش حد بيعمل اطفال الانبيب الا في اضيق 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 الحدود لان يعني الاطفال الانبيب هو اللي بتحكم فيه انا كدكتور مشان اللي بتحكم في السايكل هو اللي بتحكم فيه انا بقى قاعد والسنة بعد 48 ساعة واشوف واشوف بقى النتيجة اخبارها ايه هل النسب النجاح بالتساوي بينهم؟ اه النسب النجاح متساوي لو طبعا نفس النسب تقريبا اطفال الانبيب بتبقى لو فرض ما احنا برضو لازم لما نيجي نتكلم نتكلم من الاول السايكل هل نسب النجاح كويسة في اطفال الانبيب مع الحق المجالي لو هم طلعوا اجينا كويسة لا اطفال الانبيب بتبقى عالى لحقيقة انت قلت ايه الانتقاء البويضة اللي مختارة انتقاء طبيعي بس انا عشان اوصل لمرحلة اللي هي البيضة تكون جنين درجة اولى في اليوم الثالث او الرابع او الخامس انا مضمنهاش باطفال الانبيب لو احنا اتكلمنا من الاول لكن لو احنا اتكلمنا على السايكل كفى مجمل لقى الحق المجالي نسبته اعلى طبعا حقيقة وصل الفرق بين ايه ومن ايه؟ يعني انا بكنا لو اتكلمنا على سايكل الحق المجالي مع سايكل اطفال انابيب مثلا عشر حالات هنا وعشر حالات هنا نلاقي النسب نجاح للحق المجالي اعلى لكن لو اتكلمنا على حالتين اصدعت والحالة دي اطفال انابيب ميطلع اه اجنة كويسة ودي اجنة كويسة هتبقى اطفال انابيب اعلى فاحنا بناخد السايكل من اولها الاخرة ما منبصش للنها ايه للنهاية الاخرانية انت اسعدتني في ترفع المحطات بجد اسعدتني في ترفع المحطات جدا يعني اه وكانوا مفاجأة كانوا مفاجأة ما كانوا مجدش على بس كانوا يعني في الجول هنستمتع بالمحطات دي لانه جرؤيته العلمية يعني فعلا تشفي غليلي الاعلام ضيفي العزيز المبدأ دائما رقم العلمي الكبير الاساس الدكتور محمد حسني استشاري نساء والتوليد وتأخر الانجاب والحق المجاري وجراحات المناظر مجستير الحق المجاري من جامعة مسينة بايطاليا ودبلومة جراحات المناظر المتقدمة من الهند كان ضيفي فيه واحدة من ارقى حلقات كعادتي في الناس الحلو خليكم مع الناس الحلو